أزمة كبيرة يعيشها سكان محافظة نينوى من أصحاب المحلات التجارية بعد أن قامت بلدية الموصل بهدب محلاتهم تمهيداً لبناء نفق في المدينة ليتفاجأ أصحاب المحال بعد نهاية المشروع بغلق أفرع الشوارع الداخلية عليهم بالحواجز الكونكريتية عدم تبليط الأرصف أمام المحلات التجارية ومن دون أي تعويض نحن أصحاب المحلات الفيصلية يوم مشروع نفق ومجسر سنحارب نحن من العيد لحد الآن تقريباً مزدود طريق علينا كونكريت موجود الشركة المنفذة للمشروع انسحبت من واحد خمسة من العيد نقول انسحبت لحد الآن لاجتنا بلدية دمرونا دمرونا يا صالم سنة وليحد الآن عبرت السنة ستة شر الموعد مالتهم الشركة انطلت سبعة شر لا يوجد كل شيء لأحدنا لا أحد جاء لا شيء بس بعد كالي مشروع لم تكتمل الفرحة به بسبب قطعه أرزاق عائلات كثيرة تعتمد على المحل التجارية مصدر للمعيشة وأصد صمت المسؤولين وتجاهلهم لأزمة المواطنين الذين قطعت أرزاقهم وبقيت محلاتهم مدمرة الشركة المنفذة من قبل أول يوم العيد قبل العيد بكم يوم سلمت المشروع كامل سلمت المشروع كامل وسلمته وراحت لآيصر شهرين احنا قاعدين كل شيء ماكو سادين شوارع وقاطعين الرزاق مع العالم حتى بس خلي تعالوا انه مدخل واحدا بيننا اللوي بلطوني كاملون شغلة اسبوع زمان ما فتش هي يعني وثير احنا عمال عندنا كش شيء عندنا حتى عمالنا بطننا هذا كله قطع أرزاق أزمة أصحاب المحلات التجارية في نينوان عكاس لما يحدث في بقية المحافظات من فساد في إنجاء المشاريع وتلكئها وعدم اكتمالها وسط صمت أو تواطئ المسؤولين الحكوميين أمام هذه الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي جاءت على المواطنين وأدت إلى قطع أرزاقهم